الآن نشرة الأخبار مع سؤد الطارق نشرة رئيسة لأهم الأنباء أهلا بكم نبدأها بأهم ما فيها بالتزام مع خطة رمضان الأنبار تلاحق المخدرات والإرهابيين وتمشط الصحراء الغربية بعمليات نوعية قضية المغيبين تحدد مستقبل الدولة يؤكد الشيخ الخنجر ويطالب السلطات بموقف واضح تجاه المختفين قسريا كاركوك بلا موازنة محافظها يمضي بمشاريع إعادة الإعمار رغم عدم امتلاكه المخصصات الكافية حتى الآن أجل إنها الثالثة بتوقيت الفلوجة بينما تنشغل شرطة الأنبار بتنفيذ خطتها الأمنية الخاصة بشهر رمضان تتزامن تلك الخطة مع أخرى تشمل مطاردة الإرهابيين وتجار المخدرات داخل وأطراف المحافظة إذ أوكلت مهام تمشيط كبرى للصحراء الغربية إلى الحجد العشائري إذ تواصل تلك القوات ولليوم الثاني على التوالي منع تنظيم داعش من التموضع داخل الصحراء عبر إجراءات تمثلت بالتدقيق الأمني لرعاة الأغنام والساكنين بالمناطق الصحراوية لتمييز الدخلاء حديثا والتأكد من بياناتهم حول ذلك الملف ينضم إلينا من بغداد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أهلا بك سيادة اللواء أهلا وسهلا بكم وتحية لكم ولمشاهديكم الكرام أهلا بكم سيادة اللواء لو تضعنا في تفاصيل الخطة الأمنية في محافظة الأنبار يعني بالإضافة إلى المحاور التي تتضمنها تلك الخطة بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير وشعبنا العراقي والعربي والإسلامي بألف خير الحقيقة قيادة العمليات المشتركة دائبت على عاتقها في تحضير خطط أمنية في كل مناسباتها سواء المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية أو حتى ضيوف العراق الخارجيين ولذلك نحن لدينا تقدير موقف عن بناء الخطط الأمنية والاستباقية وما قمنا بي من عمليات في محافظة الأنبار بالذات أسهم إسهام كبير في استثباب الأمن وكذلك منع الإرهابيين وأيضا طردهم من المناطق التي كان يتم وضعون بها لذلك ما قامت بقيادة عمليات الأنبار وبالتعاون مع قيادة عمليات الجزيرة وحتى قيادة عمليات بغداد في تأمين كثير من العمليات الحقيقة الإرهابية التي كانت تود أن تقوم بها التنظيمات الإرهابية ولكن أمنت هذه القيادات الثلاثة الأمن والأمان لسكان محافظة الأنبار وأسهمت إسهام كبير في استثباب الأمن وخصوصا أن محافظة الأنبار بالنسبة لنا محافظة مهمة جدا تتمتع بطرق اقتصادية هذه طرق لديها ارتباط مع دول خارجية مهمة وتؤثر على اقتصاد البلد لدينا في محافظة الأنبار أيضا موارد اقتصادية تهم البلد لذلك نحن مصرون على أن تكون محافظة الأنبار أمينة جدا سيادة اللواء قمنا بعدة عمليات واعتقلنا عدة نعم نعم تفضل امضي في حديثك سيادة اللواء قمنا بعدة عمليات واعتقلنا عدة إرهابيين وأيضا قتلنا إرهابيين كان لهم دور كبير في عدم استقرار محافظة الأنبار ألقينا القبض على متعاونين وكذلك أيضا حواظ تقوم بإيواء هؤلاء الإرهابيين الأهم من ذلك تمكننا بأسلوب وباستخدام تكتيك جديد مع التنظيمات الإرهابية حماية حدود الطاقة لهذه الخطوط التي تنقل الطاقة الكهربائية إلى من وإلى واقع المحافظات خاصة أن أي خطة أمنية تنطلق أعتذر منك يعني تنصف بأنها تتبع أساليب كلاسيكية أبدا أبدا سيدتي الكريمة لا يوجد أي أسلوب كلاسيكي أو أسلوب قديم يعني قبل يومين نحن قمنا بعملية استباقية في ديالة وقبل يومين أيضا كانت هناك عملية استباقية في سلسلة جبال الحمرين وأيضا اليوم ويوم أمس كان هناك سلسلة عمليات استباقية في قيارة عمليات الأنبار انظري كم حصلنا من هذه العملية نتائج العملية قتلنا أعداد من الدواعش استولينا على أسلحة ومعدات ومعلومات مهمة وكذلك أيضا قتلنا في كل المحافظة نعم أيضا سيادة اللواء يعني بيودنا أن تضعنا في تصورات الخطة الأمنية لتأمين المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا المجاورة خاصة بعد استئناف الخركة في ذلك المنفذ سيدتي هذه أيضا أحد أهم النقاط التي أكد عليها القائد العام للقوات المسلحة بضرورة إيقاف تدفق الإرهابيين أو إيقاف الخروقات الأمنية أو كذلك أيضا الحقيقة المناطق التي لا زالت تشكل خرق أمني بدأت قيارة العمليات المشتركة وبالتعاون مع وزارة الدفاع وأيضا القوات الأمنية الأخرى وأسهم التحالف الدولي بإمدادنا بأبراج وكاميرات والآن أسلاك شائكة من أجل الحقيقة ضبط الحدود العراقية السورية لدينا 610 كيلومتر من الحدود العراقية السورية 120 كيلومتر منها فيها ثغرات أمننا من هذه 120 كيلومتر 140 كيلومتر لم يبقى لنا إلا الجزء اليسير من أجل عفوا تأمين باقي ما تبقى من هذه الثغرات قواتنا الأمنية منتشرة على الحدود العراقية السورية لدينا عمل وتعاون مع الجهتين مع قوات قسد الديمقراطية عن طريق التحالف الدولي ومع الحكومة السورية عن طريق وزارة الدفاع أو المركز الأمني المشترك الرباعي اللي موجود في وزارة الدفاع واللي موجود ضباط سوريين وعيرانيين وروسيين أيضا هذا العمل وهذا التعامل في تبادل المعلومات أسهم إسهام كبير في إيقاف تدفق كثير من الإرهابيين وأيضا قتلهم في حالة استمكانهم من اختلاق الحدود هذا من جانب من جانب آخر أيضا الوضع في شمال شرق سوريا لا زال يتمتع بنوع من القلق وتواجد للدواعش وهذا الوجود للدواعش يحاول من خلاله عبور الحدود العراقية السورية ولكن هناك عمل كبير باستمكانه وباستهدافه وبمنعه من خلق حدود الدول سيادة الليواء بما أنك عرشت على دور التحالف الدولي ويبدو بأن هناك رؤية للتحالف الدولي تتعلق بانتهاء داعش في العراق وسوريا جغرافيا لكنه ما زال يشكل خطرا داهما ولكم أيضا في هذه النقطة تصريح بذلك الخصوص بأن بالفعل تنظيم داعش ما يزال يشكل خطرا داهما هل تملك القوات الأمنية العراقية القدرة دون التحالف الدولي على تأمين تلك المنطقة الحدودية الواسعة بتضاريسها يعني بسم الله الرحمن الرحيم خصوصا هذا السؤال مهم جدا أولا العراق قاتل هو قاتل لوحده هو ما قاتل في قوات طلبها وقاتلت معاه ولكن كان هناك جهد مقدم من التحالف الدولي عن طريق الطائرات المقاتلة والضربات الجوية عن طريق الاستطلاع عن طريق أيضا الاستشارة والدعم اللوجستي وهذا الشيء موجود جدا الآن القوات الأمنية العراقية لديها إمكانية وقدرة على المقاتلة ولكن بنفس الوقت تحتاج إلى نوع من الضربات الجوية تحتاج إلى معلومات استخبارية وأمنية وهذا ما تعمل عليه قوات التحالف الدولي الآن نعم لا يوجد موطق قدم لتنظيم داعش الإرهابي الآن ولكن لا زالت الخلايا الموجودة من تنظيم داعش تؤثر علينا لا زالت الخلايا وتنظيم داعش الإرهابي يقوم بعمل كبير ضد قواتنا وضد أيضا مواطنين ولذلك استعصال هذا التنظيم نحن ما نعمل عليه يجب أن هذا يحتاج إلى جهود كبيرة ويحتاج أيضا إلى متطلبات والحمد لله وشكر قواتنا الأمنية الآن بإمكانها بالتعاون مع المجتمع الدولي أن تنهي تواجه إذن سيتواصل هذا التعاون مع المجتمع الدولي ممثلا بالتحالف الدولي في المرحلة المقبلة سواء فيما يتعلق بالعمليات الأمنية في محافظة الأنبار أو في مناطق رخوة أخرى في مدن عراقية أخرى يعني لا زال المجتمع الدولي يعمل معنا وهناك عمل كبير قبل أيام كان هناك سلسلة من الضربات الجوية للتحالف الدولي في جبال الحمرين وكان عددها أكثر من 181 ضربة جوية أسهمت في قتل كثير من تنظيم داعش الإرهابي لدينا عمل في مجال الاستطلاع في الاستخبارات لدينا عمل في مجال الحقيقة ملاحقة وتواجد هذه التنظيمات الإرهابية أسهم التحالف الدولي بتقديم الكثير من المساعدات خلال هذه الأشهر قدمنا أسلحة وقدمنا أبراج وقدمنا كاميرات وقدمنا أسلاك شائكة لا زال يعمل معنا وأعتقد هذا الشيء ملموس من قبل الكل نعم إذن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في مدينة الفلوجة لطالما تميزت أم المساجد بمبادرات أهلها الخيرية لأسيما في شهر رمضان المبارك هذا العام يبادر عشرات الشباب تطوعا لإفطار أكثر من ثلاثة ألاف عائلة وبشكل يومي تفاصيل ذلك في سياق التقرير الآتي ليس غريبا أن تدخل إلى مدينة الفلوجة وترى مكتوبا أمامك تفضل الإفطار هنا مجانا المدينة التي رسمت على أبوابها أروع الأمثلة بالكرم والتكافل الاجتماعي ما زال أبناؤها يبادرون بإفطار الصائمين في شهر رمضان وللعام الخامس على التوالي بعد حرب دمرت منازلهم وضيعت أملاكهم نحن مدخل الفلوجة حاليا مبادرة شبابية بسبب غلال أسعار الفلوجة سوينا فطور مجاني للعوال المتعففة والبعكاش وأكثر المناطق متضررة ومدخل مدينة الفلوجة وضعنا كرفان للناس الصائمة عمد الفطور رمضان شباب ناشطين مدنيين لا دعم من الناس الخيرين ومن الحكومة ومن غيرها ومطوعين في هذه السنة الخامسة الحمد لله عز وجل في زاوية أخرى من التكافل الاجتماعي يساهم مطبخ الخيرات في الفلوجة بإفطار أكثر من ثلاثة آلاف عائلة طيلة أيام الشهر الفضيل حيث يتوجه الشباب إلى هنا طوعا لإعداد أكثر من مائة وجبة بشكل يومي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في بادرة ليست بالغريبة على مدينة سميت بأم المساجد يجهز المطبخ يوميا من 100 إلى 150 وجبة طعام مقدمة في مطبخ الخيرات وجبة فطور وكذلك 100 إلى 150 عائلة وجبة سحور نستمر بتوزيع الطعام المجاني الإجمالي يجهز مطبخ الخيرات في الشهر رمضان المبارك أكثر من 3000 وجبة مقسمة في أحياء الفلوجة على العوائل المتعرففة والمحتاجة وكذلك منطقة البعكاش بعد ما تم تحرير مدننا من أصابات تنظيم داعش الإرهابي اتجعنا لمساعدة العوائل المحتاجة قدر الإمكان بعد ما شفنا أنه عجزة الحكومة عن تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه العوائل الفقيرة والمحتاجة اتجعت كوادر المطبخ وكوادر المنظمة لمساعدة هذه العوائل الفلوجة المدينة التي عرفت بالكرم والشجاعة إصرار أبنائها على مساعدة بعضهم جاهز دائما جهود شبابية متميزة بعيدا عن زيف السياسة والترويج الانتخابي من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة نبقى في محافظة الأنبار حيث يعاني أحد أحياء منطقة 7 كيلو في مدينة الرمادي نقصا حادا في الخدمات لاسيما إمدادات المياه ما يضطرهم إلى المشي على الأقدام مسافة نصف كيلو متر لسحب المياه من أحد الأنابيب على الرغم من مد شبكة ماء حديثة أنجزت منذ فترة لا تزال خالية من المياه بسبب إنعدام الضخ فيها في وقت يعاني الناس مشقة في سحب الماء من الأنبوب الرئيسي الذي يبعد عن بعض المنازل أكثر من ألف متر نحن مشكلتنا 7 كيلو وطالب من مدير الأنبار نحن مادين أنا من الناس ماد ألف متر مي دا يوصني ومادين شبكة والشبكة نهائيا ما بيها مي نهائيا ما بيها مي نهائيا وكل واحد ماد لها 500-600 آن من الناس ماد ألف متر ألف متر صندة دا يوصني مي لأن أنا أطرف الناس بيها والشبكات كلها ممدولة كاملة وما يضخن بها مي نهائيا وفضلا عن المعاناة في سحب المياه فإن بعض المنازل للقريبة من الأنبوب الممتد إلى المقصبة القديمة تعاني من الرطوبة التي أهلكت منازلهم بسبب كسر في هذا الأنبوب منذ سنة تقريبا وسط غياب تام للجهات المعنية والمسؤولة الناشد الناس الطيبين، الناشد المسؤولين، الناشد دائرة المي يشوفون نحل هذه الشغلة، هذه الأب المكسور صار لما يقارب أكثر من سنة اللي رايع على القصاب خانة، وهذه المنطقة شوفت عينكم ندمر الدمر يعني شوفوا البيت الرطوبة وصلت أكثر من متر ونص صار أكثر من سنة سنة ونص على هذه الوضعية وهذا شوفت عينكم شوفوا الماء وشوفوا البزل إهمال واضح وغياب تام للجهات المسؤولة عن هذه المنطقة التي تعاني واقعا خدميا سيئا رغم المناشدات العديدة التي يعاني منها ساكنها وشكواهم من عدم وصول الماء إلى منازلهم من الأنبارد ريسيحية، قناة الفلوجة سياسيا قضية المغيبين مصيرية في تحديد شكل الدولة وطبيعتها وفقا للأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر والذي أشار إلى أنه ما زال ينتظر من سلطات كافة موقفا واضحا تجاه المختفين قسريا وإنصاف عائلاتهم المنكوبة الشيخ الخنجر وفي تغريدة له أكد أن الطائفية أداة سيئة في التعامل مع ملف إنساني وأن على الجميع توقف عن استخدام تلك الورقة المحروقة بالتعامل مع أمين فقدت فلذة كبدها وتبحث عنه كل يوم علق النائب طلال إخضاير الزوبعي على آخر تطورات المباحثات السياسية التي يخوضها تحالف العزم وقال الزوبعي إن تحالف العزم برئاسة الشيخ خميس الخنجر سيكون أداة سياسية فاعلة ومؤثرة في إعادة ترتيب المشهد السياسي بما يلبي طموحات الشعب العراقي في الحرية والعيش الكريم إذن آراء متباينة حول الثقة بالعملية الانتخابية ونزاهتها حيث يؤكد مواطنون أن الانتخابات المقبلة لن تختلف عن سابقاتها في عجزها عن إحداث التغيير بينما يشدد آخرون على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات لمنع التزوير وإقصاء الفاسدين والله حاليا حقيقة نسبة النزاع ما أعتقد موجودة بس إن شاء الله نتملخ بكثير انتخابات تغيير الاسكورات هاي يجيبنا أشكار جديدة ثبتوا أنه من خلال التجارب السابقة والانتخابات السابقة فشل الحكومة نتيجة الوعود الكاذبة لأن أبسط حقوق المواطن ما حققوها يعني على سبيل المثال من خدمات من شوارع من معامل يعني كل هاي الدول العالم تسعى إلى تطوير وتصنيع الاقتصاد وتطوير الاقتصاد أكثر بنفتح خلال معامل ومصانع وتبليط شوارع وخدمات وكهرباء ومي احنا هاي أبسط الحقوق ما حصلناها فعلى شنو يعني حينتخب المواطن الظاهر يعني من خلال هاي التجربة ما أعتقد يعني المواطن العراقي راح يعيد نفس الخطأ ويوقع به وبعدين يتندم وهاي والله إذا تريد تحكي على الانتخابات فإحنا عدنا سابق له سابق له الانتخابات صار أربع انتخابات وكوش ما استفاده ولاكو خدمات يعني الخدمات صفر الصحة صفر رجعونا هواي أدونا هواي بالنسبة للانتخابات احنا هو الانتخاب حق مشروع على كل مواطن عراقي ينتخب بقدر ما هو يشوف الشخص المناسب اللي راح ينتخبه بس احنا بهذه المناسبة احنا نحث المواطنين ونحث كل المنتخبين على انتخاب الأشخاص اللي يمثلونه تمثيل حقيقي صراحة لأن احنا يعني هاي اسباط عسنة احنا في اسباط عسنة رحنا انتخبنا اشخاص فما مثلون تمثيل حقيقي صراحة بالبرلمان اموره هواي اخفاقات كثيرة حثت اثناء هذه العملية السياسية يأتي ذلك في وقت حضر فيه مدير مركز كلواذا للدراسات الاستراتيجية باس الحسين مما غبت مقاطعة الانتخابات النيابية فيما لفت الانتباه الى وجود كتل واحزاب سياسية تثقف المجتمع باتجاه مقاطعة الانتخابات لفسح المجال امام جمهورها الحزبي للتصويت دون وجود منافسة على الجمهور ان يذهب الى صندوق الانتخاب فكرة المقاطعة شيلوها من رأسكم حقيقا هس يقولوا لي اش اقول مع كل هذه المآخب مع كل احتمالات ايضا التزوير مع كل احتمالات الاخرى لتتركون الامر لجمهور الحزبي لانه اهم احد اهم الادوات اللي يستخدمها تستخدمها الاحزاب في التزوير هو المقاطعة اهم الادوات تستخدمها الاحزاب هو انه دائما هي يتبث عدم يعني الدعاية المضادة بعدم المشاركة في كثير من عدة حتي فقط جمهور الحزبي احنا ما نقولكم انه ايمان تام ان الصندوق الانتخابي سيكون قادر على التغيير لكن على الاقل احسبوا ساحة مواجهة ساحة مواجهة مع هذه الاحزاب المهيمنة والاعبها والاخرية اذهبوا حتى على الاقل تقطعون لانه ما هو البديل البديل الاخر لو قاطعتم هم سيحضرون وهم سينفذون ما يرويدنه وبالنتج النهائية ستطبح رقابكم تحت عيدهم اذا على الرغم من حسم البرلمان لاغلب القوانين الضرورية لاجراء الانتخابات المبكرة بتاريخ العاشر من تشرين الاول المقبل الى ان متطلبات العملية الانتخابية لم تنجز جميعها حتى الان جزء منها تشريعي واخر تنفيذي الامر الذي يعيق اجراء الانتخابات بموعدها المحدد استطاع البرلمان وفي الاسابيع القليلة الماضية من اقرار قانون الموازنة بعد شد وجذب استمر لاربعة اشهر فيما رصد ثلاثمائة وتسعة وعشرين مليار دينار لمفوضية الانتخابات لاجراء العملية الانتخابية قبل ذلك صوت البرلمان على قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية برغم الملحظات والمؤشرات التي قد تؤدي في نهاية المطاف الى الطعن بالقانونين امام المحكمة الاتحادية المشكلة حديثا ما تزال بعض القوانين الاساسية لاجراء الانتخابات على رف الانتظار داخل البرلمان لعل ابرزها قانون حل مجلس النواب والذي يعد ضرورة لا غنى عنها لاجراء تلك الانتخابات ايضا لدينا قانون الاحزاب الذي على رغم من تشريعه الا انه ما يزال غير مطبقا على ارض الواقع الى جانب ذلك لم تحل معضلات الدوائر الانتخابية كيفية تقسيم تلك الدوائر في كل محافظة مع تفاوت ما يعرف بسعر الكرسي من محافظة الى اخرى ما يتطلب اقرار ملحق ينظم عملية توزيع الدوائر الانتخابية بمعيارية واضحة وشفافة لو تحدثنا بلغة الارقام قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات لو وجدنا ان خمسة وعشرين مليون عراقي يحقوا او تحقوا لهم المشاركة في الانتخابات وان مفوضية الانتخابات لم توزع البطاقة الفايومترية الا على اربعة عشر مليون منهم ما يعني ان احد عشر مليون ناخب سيصوت بالبطاقة الالكترونية سيئة السيط العمياء وفيما يتعلق بتحديث سجلات الناخبين لدينا محافظة ديالا تتصدر تلك المحافظة كما سنتابع قائمة المحافظات الاعلى تسجيلا للسجلات او الاعلى تحديثا للسجلات بنسبة 81% اما نينوى والانبار فتتذيلان مع الاسف قائمة التحديث البيومتري بنسبة 47.57% على التوالي كما نتابع فيما يتعلق بأشق التنفيذ ايضا يخشى العراقيون ان تؤجل الانتخابات او تؤجل مرة اخرى لعدم توفر البيئة الامنية والسياسية الملائمة لاجرائها في ظل تعطيل قانون الاحزاب يخشى ان يحكم السلاح المنفلت والمال السياسي الفاسد قبضته على ارادة الناخبين ناهيك عن صطوة شركات وصفها مراقبون بالوهمية على صناديق الاقتراع وما يتيح لها ذلك امكانية التلاعب والتزوير اذا بين معرقلات تشريعية واخرى تنفيذية يبقى السؤال الابرز هل ستجرى الانتخابات المبكرة بموعدها وان اجريت فعلا فماذا عن نزاهتها فلا فائدة بالتأكيد من انتخابات معروفة نتائجها سلفا الى ديالة حيث يؤكد نائب محافظة ديالة محمد قتيبة على ان المحافظة تواجه شحة في المياه وان بخيرة حمرين لا تكفي لسد احتياجات سكان المحافظة اضاف قتيبة ان ديالة تشهد خفاضا كبيرا في معدلات الخطة الزراعية الصيفية لهذا العام بسبب شحة المياه بالنسبة لكاركوك فمحافظها محافظ كاركوك راكان الجبوري اكد على ان المحافظة خصصت من موازنتها برامج خاصة لاعادة اعمار الطرق السريعة الى جانب طرق في الاقضية والنواحي واضف لجبوري انهم لم يمتلكوا ارقاما واضحة من الموازنة ولم تصدر جداول باستحقاقات تلك المحافظة ارقام واضحة في الموازنة لكن الجهد اللي عمل في جهد اللي قابة في المحافظة مع لجنة الاقاديم المالية كل متابعين ولم نهم الحقوق كاركوك سيكون طريق كاركوك تكرية واحد من المعانب البارزة ستكون هنا حاملة في الطرق وضعت في الموازنة في البرامج الخاصة حاملة في الطرق في كل اقضية والنواحي ستكون ايضا بارزة الجميع يعلم بان هنا لدينا قدمنا طلب لتقريبا 80 مدرسة على القرض الصيني وقمنا بتطلباتها الموازنة بالحقيقة لم تصدر تعليماتها ولم تصدر جداول استحقاقاتها لكن نأمل ان تكون نأمل ان تكون كما طلبناها من مجلس النوعات واحنا كل ما طلبت لجنة الاقاديم مجلس المالية قد كان واضح امامهم وطالب كاركوك اكثر من 550 مشروعا نفذتها ادارة كاركوك ضمن خطة العام 2020 بعض منها انجزة والبعض الاخر ما يزال متوقفا بسبب تأخر وصول مستحقات الموازنة تلك الموازنة الغائبة بجداولها ونسبها حتى اللحظة على الرغم من استمرار عجلة الاعمار في كاركوك وفق التوقيتات الزمانية المحددة بلا توقف الا ان عدم توفر السيولة المالية تسبب بضعف التنفيذ في بعض المشاريع يضاف لها تعارضات فنية تحدث هنا وهناك وادارة المحافظة تؤكد انتظارها الموازنة بمتابعة مستمرة مع لجنة الاقاديم المالية جميع لا نملك ارقام واضحة في الموازنة لكن الجهد اللي عمل في جهد اللي قاوتين المحافظة مع لجنة الاقاديم المالية كل متابعين ولم نهم الحقوق كاركوك سيكون طريق كاركوك تكريت واحد من المعانب البارزة ستكون حاملة في الطرق وضعت في الموازنة في البرامج الخاصة حاملة في الطرق في كل قاوتين النواحي ستكون ايضا بارزة جداول الموازنة الخاصة بكاركوك لم تصدر حتى الان وحكومتها المحلية تأمل من البرلمان بان تكون الاستحقاقات موازية لحجم المشاريع المنفذة سيما ما يتعلق بالطرق وجسور لا تصدر تأليماتها ولا تصدر جداول الاستحقاقات لكن نأمل أن تكون كما طالبناها من مجلس النواب وأحنا كل ما طلبته لجنة الاقاديم لجنة المالية كان واضح أمامها مطالب كاركوك مشاريع إعادة التأهيل ضمن نطاق مركز المدينة وصلت لنسب متقدمة بين سبعين وتسعين بالمئة بينما تعلق المحافظة آمالها على وصول المستحقات لإنجاز تلك المشاريع الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لخلق حالة من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة كما تطمح الإدارة المحلية لقناة الفلوجة عبدالله العامري كاركوك في الشأن الدولي إيران تواصل استفزاز العالم أجمع بإجراءاتها الأخيرة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم إذ أشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إلى أن بلاده ستوسع أنشطتها النووية مستقبلا خصوصا بعد الانفجار في مفاعل نتنز النووي والذي يتهم المسؤولون الإيرانيون إسرائيل بالوقوف خلفه الهجوم على مفاعل نتنز النووي لم يأتي من خارجها وتمكننا من تحديد هوية الشخص الذي قام بالتفجير أقول إن الهجوم جاء بعد فشل واشنطن في إيقاف فرنامج إيران النووي ولا يوجد تغيير في موقف طهران بعدم التفاوض المباشر مع واشنطن قبل عودتها للاتفاق النووي وطهران مستمرة بتوسعة مشروعها الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها قررت مغازلة إيران بعد حادث مفاعل نتنز إذ أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين باسكي التزامها بالمفاوضات النووية مع إيران على رغم من تصريحات طهران الاستفزازية لكن القلق الأمريكي سيظل متواصلا لأسيما مع إعلان الإيرانيين عزمهم رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60% لا تزال واشنطن ملتزمة بالمفاوضات النووية مع إيران على الرغم من تصريحات طهران الاستفزازية بأنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم وبالتأكيد نحن قلقون بشأن هذه التصريحات الاستفزازية نعتقد أن المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدما وإجراء مناقشة حتى بشكل غير مباشر هو أفضل طريقة للتوصل إلى حال ختم هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها بالتزامن مع خطة رمضان الأنبار تلاحق المخدرات والإرهابيين وتمشط الصحراء الغربية بعمليات نوعية قضية المغيابين تحدد مستقبل الدولة يؤكد الشيخ الخنجر ويطالب السلطات بموقف واضح تجاه المختفين قسريان كاركوك بلا موازنة محافظها يمضي بمشاريع إعادة الإعمار رغم عدم امتلاكه المخصصات الكافية حتى الآن والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة دو تيفي أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بعافية اشتركوا في القناة